السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والشباب وبنات قولة سنوي ازايكم عاملين ايه؟ يارب تكونوا بخير معاكم مستر عبد الرحمن رشد مدرس كيمياء خبرة اربع سنين في تدريس الكيمياء للسنوية العامة اولا وتانية وتالت سنوي درست في الصعودية ودرست في مصر عن طريق التدريس الانلاين درست في منصة نون اكاديمي لمدة 3 سنين ودرست في اكاديمية كليك لمدة سنتين ويشرفن ان شاء الله ان انا اكون معاكم الفترة الجاية باذن الله لتدريس منهج الكيمياء لطلبة اولى سنوية في الكورس ده ان شاء الله هنحاول نشرح منهج الكيمياء كاملا بتاع التيرم الاول والتيرم التاني ان شاء الله رب العالمين الكورس ده كامل ومجانا على اليوتيوب حتى للطلبة الغير مقتدرة والناس اللي مش هتعرف تروح دروس في اماكن بعيدة فلو انت قعد في البيت ده هيكفيك انت تجيب اليوتيوب وتفتح الفيديوهات دي وتجيب وراء وقلم وتذاكر وراء ووعدك ان شاء الله لو ركست ان شاء الله هتجيب الدرجة النهائية لان ما فيش معلومة صغيرة ولا فتفوتها هتعدي علينا ان شاء الله الا غير لما نشرحها بابسط طريقة ممكنة واسهل طريقة شعرنا هو هنفهم كامية صح الكامية اللي عاملة عقدة للناس كلها باذن الله هتكون اسهل حاجة او اسهل مادة عندك باذن الله رب العالمين هخليكوا استاذ فيها وانت اللي تشرحها بنفسك لاصحابك قبل ما ننسى تفعل الاشتراك للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات اللي هتنزل باذن الله رب العالمين طيب احنا دلوقتي هنبدأ بالباب الاول الكيمياء مركز العلوم وهنبدأ باول درس اسمه الكيمياء والقياس الدرس ده بيركز على اربع نقطة هنتكنل فيهم خلال الدرس التعالي نهاردة باذن الله اول نقطة ايه هو علم الكيمياء و ايه هو اهميته و ايه فروع علم الكيمياء تاني حاجة ايه العلاقة ما بين علم الكيمياء وباقية فروع العلم و ازاي علم الكيمياء يعتبر اساس عشان تدرس اي مواد تانية او اي علم تاني تالت نقطة ايه هو القياس و ايه اهميته و ايه استخداماته و ايه الادوات اللي بنقيس بيها رابع نقطة ايه هو البي اتش و ايه اجهزة قياس البي اتش ده اللي احنا ان شاء الله هنشرحه النهاردة في الدرس بتاعنا ركز معانا حتى لو الدرس طويل شوية بس على الاقل هتخرج منه و انت فاهم كل حاجة واوعيدك بازن الله رب العالمين ان انت هاتفها انا كل اللي طالبوا منك حاجتين تلبس هند فري وتوقع في مكان هادي وتجيب نوت بوك و قلم هم اكتر من حاجتين قبص يعني مش كتير يالله بينا يا شباب يالله بينا يا شباب نبدأ اول درس معانا من دروس الكيمياء اللي هو الكيمياء والقياس وكل بساطة الدرس ده هنتعرف فيه ايه هو العلم معموما و ايه هو علم الكيمياء بشكل خاص وهنعرف استخدامات علم الكيمياء وهكذا والحاجات اللي قلنا عليها طيب اول حاجة بيقولك العلم يعني بيعرف لك العلم العلم هو ايه؟ العلم هو بناء منظم من المعرفة يتضمن الحقائق والمفاهيم والمبادئ والقوانين والنظريات العلمية وطريقة منظمة في البحث والتقاص احنا هنقول التعريف بعد كده هنشرح التعريف بالتفصيل يعني مش هنعدي حاجة ألغى لمطجرح يعني ايه بناء منظم من المعرفة؟ يعني معرفة مع معرفة مع معرفة بيكون لك علم بس معرفة يكون لها علاقة ببعض يعني مثلا ممكن اجيب لك معرفة من الطبيق ومعرفة مثلا من علم الجغرافية ومعرفة مش عارف من علم الدراسات مش عارفة حطوهم على بعض اقول لك ده علم ده مش علم لأ انما العلم والحاجات اللي هي علاقة ببعض يعني مثلا معلومة في الكيميا ومعرفة في الكيميا معرفة في الكيميا نحطوهم مع بعض هينظموا لي زي مبنى تمام؟ مبنى مثلا مكاومة من اربع او خمسة دوار هنسميه بالعلم تمام؟ فالعلم هو عبارة عن ايه؟ بناء منظم من المعرفة بيتضمن كام حاجة عشان تحفظ التعريف او تعرف تفتكر التعريف صح لازم تعمله بالشكل اللي قدمك ده ده شكل اسمه الخرائط الزهنية العلم هو بناء منظم من المعرفة يتضمن ايه بقى؟ حقائق ومفاهيم ومبادئ وقوانين ونظريات علمية انت بكل بساطة كانت حفظت التعريف بشكل مبسط جدا تمام؟ يعني ايه حقائق؟ يعني ما جا اقول لك مثلا واحد زايد واحد يساوي اثنين هتقول لي صح وقلت لك مثلا لو حطيت صوديوم على كلور هيدوني كولوريد صوديوم هيدوني ملح طعام يعني هتقول لي صح دي حقيقة تمام؟ مفهيم مثلا اللي هو مفهوم علم الكيميا هكذا مبادئ اللي هو ازاي اصلا بنعمل الكتب او بنعمل نظريات العلمية بتاعتنا تمام؟ والقوانين مثلا اللي هي بتاعة التفاعلات وهكذا انا باشرح لكم حاجات كده بالتفصيل عشان توصل لكم الفكرة طيب عرفنا كده ايه هو العلم؟ تعالوا نعرف ايه هو علم الكيميا بقى؟ بيقول لك علم الكيميا احد العلوم الطبيعية الخمسة اللي الانسان نعرفها من زمان جدا طيب نعرف التعريف بتاع الكيميا علم الكيميا بيقول لك العلم اللي بيهتم بتركيب المادة وخواصها والتغيرات التي تطرق عليها وتفاعل المواد المختلفة مع بعضها البعض والظروف الملئمة لذلك يعني ايه مهتم بدراسة تركيب المادة؟ دلوقتي يا سيدي انا لا قلت لك انت معاك موبايل انت بتشوف دلوقتي الحصة اكيد من الموبايل او من لابتوب قلت لك عايزين نعرف تركيب الموبايل ده هتقول لي تركيبه يعني ايه هتقول لي بيتكوم مثلا من بطارية والكلام ده لا مش دي الفكرة عارف البطارية الجوه دي انا عايز اقول لك بقى البطارية دي بتتكون من ايه اساسا يعني ايه اكيد لو احنا مثلا حد فينا بتابع وكده هيعرف ان البطارية دي بتتركب من حاجة اسمها الليسيوم تمام الليسيوم ده معدن كيميائي تمام فلما اجا اقول لك مهتم بدراسة علم الكيميا بيهتم بدراسة تركيب المادة يعني بيعرف المادة دي بتتركب من ايه هتدي لك مثال تاني زي مثلا البفسي اكيد كنا بنشر بفسي لو جيت قلت لك اعرف لي تركيب البفسي ده هتقول لي مثلا البفسي ده بيتركب من عناصر 1-2-3 وبيتركب من مكونات 1-2-3 فهو علم الكيميا ووظيفته ان هو يعرفك الحاجات دي بتتركب من ايه بيقول لك يهتم بدراسة تركيب المادة تمام وخواصها والتغيرات التي تطرق عليها وتفاعل المواد المختلفة مع بعضها البعض خواصها يعني مثلا المادة دي لو حطتها في الشمس هيحصل لها ايه لو خليتها تتفاعل مع المادة دي هيحصل لها ايه دي الخواص يعني مثلا اكيد كلنا نعرف الالواح الشمسية اللي بنستخدمها في توليد الكهرباء الالواح الشمسية دي كانت عبارة عن رملة تمام مش ايه يعني بناخدها بقى بنعمل عليها تصنيع والكلام ده كله عشان بعد كده تتحول ان هي تمتص الضوء وتحوله الكهرباء او تمتص الحرارة وتحوله الكهرباء والتغيرات اللي تطرق عليها يعني مثلا لو المادة دي حطتها على المادة دي ايه اللي هيحصل هو ده علم الكيميا ووظيفته ان هو بيدرس التفاعلات بتاعة المواد يعني لو حطنا المادة دي على المادة دي هيحصل ايه ده كده تعريف علم الكيميا العلماء والقدماء المصريين استخدموا علم الكيميا ده في حاجات كتير جدا الفراعنة كانوا شطرين في الحوار ده قوي استخدموا الفراعنة استخدموا علم الكيميا في ايه في المعادن والتعدين عارفين الدهب والتاج اللي هما كانوا بيلبسوه والاساور والطحة في الفنية والتماثيل الصغارة دي عارفوا ازاي ان الدهب ده نقدر نشكله على الاشكال دي اكيد هما كانوا متمين بيعلم الكيميا والطب والدواء كانوا زمان اه يعني عندهم زي ده كترة اللي عندنا دلوقتي تمام كانوا بيستخدموا في ايه كمان صناعات فنية زي ده بغي الجلود الجلد بتاع الحيوان ده كانوا بيعملوه مسلا زي جواكد او اه مقاعد او اه احزمة او مثلا صنادل اللي بتتلبس في الرجلين وصبغة الاقمشة وصناعة الزجاج وصناعة الالوان تمام في رواع علم الكيميا يا جماعة علم الكيميا دخل في حاجات كتير جدا في الفيزياء وفي الكمياء النووية والكمياء الحيوية وهنشرح كل دول بالتفصيل واحنا دخلين في الدرس طيب علم الكيميا يا جماعة ليه دراسات معينة يعني هو ليه اساسا فيه موجود علم الكيميا ليه اختروا علم الكيميا او مهتمين بدراسته عشان ثلاث حاجات مهمين جدا اول حاجة نعرف التركيب الذري والجزئي للمواد وكيفية ارتبطهما معنا يعني مثلا لول علم الكيميا وكناش هنعرف ان المواد تتركب من زرة اكسجين وزرتين هيدروجين وازاي بيرتبطوا مع بعض فهو علم الكيميا وظيفتهم هو يعرف العناصر دي تتركب من ايه عشان لما نعرف بتتركب من ايه تمام هنعرف نستخدمها صح ونستفيد منها تاني حاجة الخواص الكيميائية للمواد وصوها وصفا وكما يعني مثلا الصابون عارفين الصابون الصابون ده مادة قلوية مسلا عرفنا نركبه ازاي او عرفنا نعمله ازاي من خلال دراستنا لعلم الكيميا مثلا في مواد حمضية بتحس انت كده لما تشرب عصير لما تحس انت ميزز كده صح دي مواد حمضية عرفنا ان هو حمضي منين ودقه عادي منين من خلال دراستنا لعلم الكيميا ثالث حاجة التفاعلات الكيميائية وكيفية التحكم في ظروف حدوثها للوصول الى نتائج ونواة الجديدة يعني ايه باختصار هو علم الكيميا هو علم التفاعلات اساسا يعني بنجيب مادة بنحطها على مادة عشان نعمل التفاعل كيميائي عشان في الاخر يديني منتج او مركب انا محتاجه صح فاكيد مش كل التفاعلات زي بعضها يعني ايه يعني صعبة كيميائية زي بعضها يعني فيه تفاعل كيميائي بيحتاج حرارة عالية جدا عشان يتم فيه تفاعل كيميائي بيحتاج برودة جديدة عشان يتم فيه تفاعل كيميائي بيحتاج حاجة اسمها عوامل حفازة عشان يتم ازاي يعني سبحان الله ربناه خلق كل حاجة مختلفة عن بعضها فاحنا بقى بندرس علم الكيمياء عشان نوفر الظروف المناسبة عشان التفاعل ده يتم زيها زي النباتات لو انت زرع نبات اكيد كلنا نعرف ان فيه نباتات بتتزرع في الصيف وفيه نباتات بتتزرع في الشتا طب ينفع زرع بتاعت الشتا في الصيف او ينفع زرع بتاعت الصيف في الشتا اه طبعا ينفع هتقول ازاي من خلال ان انا وفر لها الظروف المناسبة تمام اللي تقدر النباتات دي تعيش بها يعني النبات لو محتاج برودة تمام؟ النبات بيحتاج برودة عشان يطلع ويكبر ممكن حطه في مكان مثلا مكيف او درجة الحرارة فيه قدر اتحكم فيها فالنبات ده هيطلع فيمتوا كده المسألة ماشية ازاي؟ هو علم الكيميا ان انا ادرس ازاي اتحكم في التفاعلات تمام؟ وبستخدمه علم الكيميا في الطب وفي الزراعة وفي العندسة وفي الصناعة طيب علم الكيميا بيدور على المشاكل اللي موجودة في البيئة وبيقدر يحلها لنا وهنذكر دي في اخر الدرس زي مثلا زي الطاقة ونقص الميا والتلوث اللي موجود في الهواء والميا وفي الطب دي كده اتجاهات استخدام علم الكيميا عايزين بقى نعرف ليه الكيميا اساس كل حاجة في الدنيا يعني الكيميا عشان عشان تدرس اي علم في الدنيا لازم تدرس كيميا اولا الكيميا مركز العلوم في الكون فهمني عاملة زي ايه عارف الموقف اللي بتركب منه لأي حتة في مصر لو لو رحت منه تركب اسكندرية لو لو رحت منه تركب للصعيد ومش عارف لو هي الكيميا عاملة كده ازاي الكلام ده حصل يعني عشان تدرس علم الاحياء لازم تكون درس كيميا وعشان تدرس الفيزياء لازم تكون درس كيميا وكذلك في الطب وفي الزراعة وفي حاجة اسمها اننا تكنولوجي طيب هنمسك كل واحدة فيهم بالترتيب دلوقتي عارفين عارفين جوهينة مش عاملة اللي هو ميكس لبن وفراولة عارفين اللي هو الميكس ده اللي هو في ميكس لبن وشوكولاتة هنا برضو نفس الموضوع هتقولي ازاي الكيميا وعلم الاحياء لما بيندمجوا مع بعض علم الكيميا وعلم الاحياء لما بيندمجوا مع بعض بيعملوا ميكس مع بعض كده بيكونوا لي علم جديد هو ايه علم الاحياء اساسا او علم البيولوجي هو اسمه في الانجلش بايولوجي او في العربي احياء بيقولك علم الاحياء او علم البيولوجي هو العلم المختص بدراسة الكائنات الحية بيدرس الكائنات الحية بس طب يا سيدي علم الكيميا بقى بيساعدنا انا في ايه جوا الكلام ده يعني انا هستفاد ايه لما ادرس علم الكيميا وانا راجل بتاع احياء اصلا واحدة واحدة وامشي معايا بيقولك علم الكيميا بيساعدك في فهم التفاعلات الكيميا ايه اللي بتتم داخل الكائنات الحية زي ايه زي الهضم والتنفس والبناء الضوئي اللي بيحصل في النبات ازاي يا سيدي انا هسألك دلوقتي ازاي الهضم ده بيتم في جسمك هتقول ليه ما عرفش والاكل بيدخل المعدة مثلا بيتعمله عمليه الطحن وبعد كده بس كده بيبقى تهضم هتقول هقولك لا لان فيه انزيمات جوه المعدة بتساعدك عشان الطعام ده يتحلل من غيرها مش يحصل تحلل وانت مش هتعرف تهضم معنى انت مش تعرف تهضم يعني انت مش تعرف تاكل صح فانا لقول لعلم الكيميا كنتش هعرف ازاي الهضم بيتم داخل الكئنات الحياة طب والتنفس هتقول لي هو هو بيدخل وبيخرج وخلاص لا هقول لك ده انت بتنفس اكسوجين بيدخل جوه في الجسم بيحصل له شوية حاجات بعد كده بيخرج ثاني اكسيد الكربون تمام فانا لقول لعلم الكيميا كنتش هعرف ده طيب بيقول لك نتاج التكامل بين علم الكيميا وعلم الاحياء او علم البيولوجي يعني هو علم الكيميا الحيوية ايه علم الكيميا الحيوية ده باختصار شديد عايز تحفظ الحاجة حفظها بشكل مبسط كده بعد كده بقى اكتبها في الامتحان بالطريقة المطلوبة منك علم الكيميا الحيوية هو العلم اللي نتاج لما دمجنا علم الكيميا على علم الاحياء بكل بساطة هو من غير ما تحفظها لأي حاجة هو اسمه كيميا حيوية جاية من علم الكيميا وعلم الاحياء طيب يقول لي علم الكيمياء الحيوية ده العلم المختص بدراسة التركيب الكيميائي لمكونات الخلية في مختلف الكائنات الحياة مهتم بدراسة تركيب الكيميائي لمكونات الخلية زي ايه يا سيدني مكونات الخلية الدهون البروتينات الكاربوهايدرات والأحماض النواية دول هنزكرهم في الدروس اللي كاية اكيد كلنا انا عارف ايه الدهون و ايه الكاربوهايدرات والبروتينات والأحماض النواية طيب تاني حاجة علم الكيمياء لما بيعمل ميكس ما بين علم الفيزياء إيه اللي بيحصل؟ بيكون العلم جديد اسمه علم الكيمياء الفيزيائية طب هو إيه علم الفيزياء أصلا؟ كلنا أكيد بناخد فيزياء علم الفيزياء بيقولك بيهتم بدراسة المادة وكل ما يتعلق بها زي الكتلة والسرعة والطاقة وعلم الفيزياء بيعمل إيه كمان؟ بيبتكر طرق جديدة للقياس عشان تزود من الدقة بتاعته وعلم الفيزياء بيعمل إيه كمان؟ بيقولك بيحاول إيه فهم الظاهر الطبعية والقوى المؤثرة عليها زي الظاهر مثلا بتاعت الشفق القطبي أو أي ظاهرة فيزيائية تاني طيب علم الكيمياء لما بيندمج مع علم الفيزياء إيه اللي بيحصل؟ بيكون لعلم الكيمياء الفيزيائية بيقولي والعلم المختص بدراسة خواص المواد وتركبها والجسيمات التي تتكون منها طيب زي إيه مثلا يا سيدي؟ أنت دلوقتي واحد بتاع علم بتاع فيزياء يعني عايز تعمل صاروخ يطلع الفضاء عايز تعمل صاروخ يطلع الفضاء طيب تمام؟ فأنت هتعمل إيه؟ هتروح تشوفوا العناصر الكيميائية اللي هينفع تعمل منها الصاروخ المعدن بتاع الصاروخ هتقولي هعمله من الحديد أنت لو هتعمل أصنصير مش تعمله من الحديد يا معلم يعني لازم تشوف معدن يناسب معدن يكون خفيف عشان يقدر يتحمل الوزن ده كله ويطلع للمسافة دي كلها وفي نفس الوقت يتحمل الحرارة العالية اللي موجودة في الغلاف الجوية مش الصاروخ ده بيخترق الغلاف الجوية؟ هتقولي آه فأنا لازم أشوف معدن مناسب فأنا لازم أكون دارس كيميائية عشان أعرف إيه المعدن المناسب اللي هستخدمه في صناعة الصاروخ فيه انتون ما استخدمه ماشية إزاي؟ ده كده التكامل بين علم الكيمياء والفزيائي اللي هو علم الكيمياء الفزيائية طيب تالت حاجة التكامل بين علم الكيمياء والطب والصيدلة الكيمياء بتفيدني في إيه؟ لو أنا دكتور أو أنا صيدلي إنت لو أنت دكتور أو صيدلي إنت لازم تكون درس كيمياء يعني إنت لو تعرف حد في صيدلة أو في كل الطب لازم يدرسوا كيمياء ده أساسي عشان إيه يا سيدي؟ عشان يقدر يعمل علاج يقدر يصنع أدوية هي الأدوية دي عبارة عن إيه؟ مركبات كيميائية فيه أدوية مثلا طبعية موجودة في النباتات وفيه أدوية صنعية أن أنا بحط مثلا مركبات على بعضها عشان تطلع لي الأدوية دي زي مثلا أدوية بتاعة العلاج الكيميائي اللي هما الناس اللي بياخدوا سرطان ربنا يعني ربنا يشفيهم ويعفيهم يا رب فعلم الكيمياء ليه دور مهم أنه بيفصر لك الهرمونات اللي في جسمك دي شغالها إزاي؟ والإنزامات اللي في جسمك دي شغالها إزاي؟ يعني مثلا واحد عنده هرمون النمو هرمون النمو أليل هرمون النمو أليل ده معنى أنه هو مش هيطول حلو؟ فإحنا لو اكشفنا عليه من هو صغير هنقدر نعالج الموضوع ده ولا أه؟ هنقدر نعالجه لأن إحنا اكتشفنا الموضوع بقدر طب مين اللي اكتشف لده؟ علم الكيمياء لما عملنا تحليل للجسم شوفنا الهرمونات اللي في الجسم اللي بتشتغل إزاي؟ تمام كده يا جماعة؟ ده كده التكامل بين علم الكيمياء والطب هو مالوش اسم يعني هو هيقولك بنستفيد من إيه؟ بين التكامل ما بين الكيمياء والطب والصيدلة طيب رابع حاجة التكامل بين علم الكيمياء والزراع بما أن أنا مهند الزراعي بأرضه فقيه النقطة دي بنسباني حول أبسطها لكم قدر إن كان أنت دلوقتي مهند الزراعي فالطلب منك تعمل مشروعه في مكان معين في أرض معينة فأنت قبل ما تروح تجيب النبات وتحطه في الأرض وتزرع هتعمل شوية حاجات عشان تقدر تزرع صح إزاي يا سيدي؟ أول حاجة هتعمل تحليل التربة تحليل التربة ليه؟ هي التربة عيانة؟ التحليل التربة ده إننا نحن بنشوف التربة دي العناصر اللي موجودة فيها إيه؟ في عناصر فيها نقصة في عناصر فيها زيادة عشان أقدر أحط نسب السماد أقدر أحط سماد مناسب الأرض لو فيها نقصة عناصر النبات مش هيطلع فلازم أحط السماد عشان يقدر يقويلي النبات اللي طالع تمام؟ وأشوف في الأرض دي في حشرات مثلا أو في قفات حتى هتقضيلي على النبات فأقدر أتخلص منها قبل مزرع هو ده دره إن احنا نختار التربة المناسبة وده بيحدد لي إيه؟ اختيار التربة المناسبة آآ بفنامل تحليل كيميائي فمن خلال التحليل كيميائي ده بقدر نعرف نسب المكونات بتاعت التربة دي إيه لعماصر اللي موجودة فيها؟ السماد المناسب انتاج المبادات الحشرية تمام؟ خامس حاجة أو خامس تكامل بين علم الكيمياء ما بين علم الكيمياء والمستقبل العلم بتاع المستقبل اللي هو اسمه إيه؟ علم كيميائي النانو أو النانو تكنولوجي ادخلوا على اليوتيوب اكتبوا النانو تكنولوجي هتعرفوا إيه هي النانو تكنولوجي طيب ببساطة جديدة علم الكيميائي اندمج مع علم النانو تكنولوجي كوين لعلم اسمه إيه؟ علم كيميائي النانو طيب بيقولك هو العلم المختص باكتشاف وبناء مواد نانوية لها خصائص يعني ايه مواد نانوية يعني مواد صغيرة جدا 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 مقدرش اشوفها بيدعين المجردة دي بقدر بقى استخدمها في ايه علم الكيمياء النانو ده بقدر استخدمه في ايه في علم زي الهندسة وعلم البيئة والاتصالات وفي المواصلات وفي الطب يعني الكمياء النانو ده علم كيمياء النانو اللي هو مزيج او ما بين علم الكيمياء وعلم النانو تكنولوجيا بيفيدني في المجالات اللي قدامك دي وفي درس كامل عن النانو تكنولوجيا هنشرحه ان شاء الله طيب كده احنا شرحنا الخمس مجالات اللي ليهم علاقة بعلم الكيمياء او المرتبطين بعلم الكيمياء تمام؟ علم كيمياء النانو تكنولوجيا او علم كيمياء النانو والتكامل بين علم الزراعة والكيمياء التكامل بين علم الكيمياء والطب والصيدلة التكامل بين علم الكيمياء والفيزياء والتكامل بين علم الكيمياء والبيولوجيا دول الخمس تكاملات طيب حاجة مهمة بقى ودي عنوان الدرسة بتاعنا القياس في الكيمياء طيب أي حاجة عشان تتطور أو إحنا عشان نتقدم ونطلع قدام لازم لازم نقيس أو نستخدم القياس اللي عايز يخس بيروح يقس وزنه تمام عشان يعرف بعد كده هيمشي على نظام غذائي عامل ازاي وكزلك اللي عايز يدخن مثلا طيب اللي بيروح مثلا يشتري طماطم او خضر من السوق لازم يقسها ولا بيروح للراجل كده يقول له عبيلي بالبركة وهاته وخلاص لا بيقول له مثلا عايز ثلاثة كيلو طماطم فيديله ثلاثة كيلو طماطم بالزبط حلو طيب ايه هو القياس استان باختصار شديد عملية مقارنة لكمية مجهولة بكمية اخرى معلومة من نفس النوع لما عرفت عدد مرات احتواء الاولى على التانية يعني ايه يا سي دي بقارن كمية مجهولة انا معرفش هي قد ايه مع كمية اخرى انا عارف هي قد ايه والاتنين من نفس النوع باختصار شديد هبسطها لك مثلا اا اعتبر ان ده مزان ده مسلا مزان معلش بقى سوق للرسم وكده ده مزان المزان ده فيه مسلا تلاثة كيلو طماطم هنا في الحتة دي في الجزء دي هتبر ان هنا فيه هنا تلاثة كيلو طماطم وهنا في الناحية التانية فيه كمية طماطم انا معرفش هي قد ايه انا لسه جايبهم مسلا بس معرفش وزنهم فانا عايز اعرف دول قد ايه فهعمل عملية وزن انا عارف اللي هنا دول وزنهم قد ايه صح بس معرفش اللي هنا طيب لو انا حطيت دول مع دول وطلع المزان متساوي ده معناه ان دول تلاثة كيلو لقيه ليه بقى لان دول بيساوي دول صح طيب لو دول نزلوا تحت يعني الكفة دي نزلت تحت هنا ده معناه ان الكمية دي اكتر صح فانا هنا عملت عملية قياس عرفت الكمية اللي معايا دي قد ايه طيب بيقولك عملية القياس تتضمن حاك ديه وحدة القياس والقيمة العددية يعني ايه يا سيدي وحدة القياس اللي هي مثلا بالكيلو او بالليتر او بالمتر يعني مثلا ما بقى قولك انت طولك قد ايه بتقولي انه مثلا طولي واحد متر وستين سنتي متر وستين سنتي يعني الواحدة هنا ايه المتر طيب ايه هي القيمة العددية الرقم مثلا ما بقيت جاي اقولك 3 كيلو طماطم 3 كيلو طماطم القيمة العددية هو الرقم ده وحدة القياس هي الكيلو فهمتوا كده ايه الفكرة ما بين دي وما بين ده طيب القياس ده يا سيدي بيفيدني في ايه جوال كيميا اول حاجة بيوفر لي معلومات مهمة جدا بيوفر لي معلومات مهمة جدا بيوفر لك المعلومات والمعطيات اللازمة لاتخاذ الاجراءات والتدابير المناسبة عند اللزوم في المجالات المختلفة ازاي يعني مثلا في مجال البيئة ما باجي اعمل قياس في البيئة بقيس مثلا عنصر معين خلو بقيس عنصر معين ولا ايه ناقص فده معناه ان انا عرفت ان العنصر ده ناقص فاقدر اعوض في البيئة وحط العنصر ده مثلا في التغذية انت جسمك دلوقتي هيقول لك انت عندك انيميا عرفت منين ان انا عندي انيميا عملتلك تحليل يا سيدي فعرفت ان انت عندك انيميا فقال لك تاكل عناصر يعني تاكل نباتات فيها عناصر معينة عنصر مثلا الحديد فعنصر كذا قال لك تاكل سبانيخ تاكل مش عارف كذا عشان فيها عناصر معينة انا لولا القياس اللي هو اعملت تحليل يعني مكنتش عارف ده طيب في الصحة نفس الموضوع برضو اللي هو لو حد مثلا عنده مرض او حاجة معينة او عنده نقص في عناصر معينة في جسمه لما عملت التحليل اكتشف ده فقدرت اقديله العلاج المناسب طيب في مجال الزراعة بقيس او باستاذن القاس في ايه زي ما قلت لكم ان احنا بنستخدمه في تحليل التربة عشان نعرف نقص العناصر اللي فيها فاقدر احط سماد مناسب تمام؟ وكذلك في الصناعة يعني في كل المجالات طيب بيقول لي اهمية القياس بقى في الكيميا اختصرهم لفتلات نقط او تلات نقط معارفة نوع وتركيز العناصر المكونة للمواد المرأبة والحماية الصحية التشخيص واقتراح العلاج المناسب للامراض هنمسك كل نقطة فيهم نتكلم عنها بيقولك معارفة نوع وتركيز العناصر المكونة للمواد يعني مثلا زي ايها سي دي دول ازا ستين مية الاتنين مية معدنية بس تركيبهم مختلفين ازاي دي مسلا فيها عنصر الصوديوم اقل من عنصر الصوديوم اللي هنا ازا ستين مية دي اللي هي رقم الف دي غير الازاز دي ازا رقم الف مسلا فيها عنصر الصوديوم اكتر فيها عنصر ريبوتاسيوم اقل فهمتوا كده الفكرة ماشي ازاي لان مش كل الشركات بتصنع زي بعض تمام يعني مثلا الازازة رقم الف دي الملح بتاعها قليل يعني اللي عنده املاح في جسمه بيشرب من الازازة رقم الف ليه لان الملح فيها قليل نسبة الصوديوم هي قليلة والبوتاسيوم قليلة دي املاح معدنية تمام طيب الشخص اللي بيشرب من الازازة رقم به او الازازة به ده مثلا نسبة الاملاح في جسمه هتزيد لان ايونات الكالسيوم هتزيد في جسمه تمام اهي ادي الكالسيوم شايفيننا الفرق اقديه فهمتوا الفكرة ده يعني باختصار معرفة نوع تركيز العماصر مكوناة المواد تاني حاجة المرأبة والحماية الصحية يعني ايه المرأبة والحماية الصحية عارف لما اجا اقول لك مثلا علبة الجبنة دي صلاحيتها هتنتهي يوم كذا انا عرفت منين من خلال عملية القياس فانا في المرأبة والحماية الصحية دي بقيس صلاحية المية للشرب ومدى نقاء الهواء اللي بنتنفسه طبعا الكلام ده مش عندنا في مصر يعني ومدى سلامة المواد الغذائية والزراعية اللي بنا كلها مدى صلاحية المية للشرب يعني المية دي ينفع تتشرب ولا لا هو انتوا فاكرين ان المية اللي بنشرابها دي بتبقى جانا ننيلة على طول ده يعني مش عايز اقول لكم ايه اللي بيحصل بس عشان ما ايه بتفضلوا تشربوا مية عادية ومدى نقاء الهواء اللي بنتنفسه يعني الهواء في المنطقة دي يعني مثلا لو حد عايش جنب مصانع او حاجات المصانع الكيميائية او الحاجات دي بيبقى الهواء ملوس فبيحصل له اضرار جسدية تمام فبنستخدم ده ان احنا نعمل مرقبة وحماية صحية بنستخدم القياس ان احنا نعمل مرقبة وحماية صحية تالت حاجة في القياس ان احنا بنعمل تشخيص واكتراح العلاج المناسب للامراض عندك مرض معين اقدر عالجك منه ان شاء الله او يعني مثلا يا سيدي اما انت تعمل تحليل او بتعمل قياس لنسبة السكر في جسمك يعني افترض يعني لو حد فينا عنده مرض السكر شايفها الله او عفاية طبعا انت بتقوى ماشي على علاج معين وماشي على اكل معين مفعش تقوى الحاجة فيها سكريات كتير مفعش تشرب حاجة فيها سكريات يعني مثلا نسبة السكر الطبيعية في جسمك بتبقى من سبعين لمية وعشرة حلو لو انت نسبة السكر عندك متين ده مع ان انت السكر عندك ايه؟ مرتفع فانت بتاخد علاج بقى عشان يقلل نسبة السكر في جسمك عشان ما تدخدش في غيبوبة سكر او ما حصل لكش حاجة طب لو السكر في جسمك لو السكر في جسمك منخفض يعني مثلا اقل من سبعين يعني ستين فانت هيقولك كل حاجة فيها سكريات صح فدي الفكرة او ازاي بنستخدم التحليل او القياس في الكامل مثلا نسبة حمض البوليك مرتفع عن المعدل الطبيعي حمض البوليك اهو المعدل الطبيعي بيكون من ثلاثة وستة من عشرة لثمانية وثلاثة من عشرة في جسمك طب لو تسعة واثنين من عشرة ده معنا ان حمض البوليك عندك مرتفع فلازم تشوف علاج مناسب لها ساعتها الدكتور بيقدر الله لديك العاج المناسب كده احنا عرفنا استخدمات القياس الادوات البقى اللي احنا بنستخدمها عشان نقس بيها يعني احنا بنستخدم الادوات ايه في المعمل عشان نقس بيها يا سيدي طيب الأدوات دي أسي دي أو المعامل المعامل اللي بنستخدم فيها أدوات القاس المعامل دي لازم يكون فيها حاجات معانة كده ضرورية قوي زي احتياطات الأمن والأمان يعني لازم يكون عندك طفاية حريق في أي معمل عشان لتقدر الله مثلا لعملت تجربة تجربة دي حصل منها أي خلل حصل نار في المكان لازم تتطفيع مصدر للحرارة تمام مصدر للميا في المعمل أماكن لحفظ المواد الكيميائية تمام اللي أدوات بقى اللي بنستخدمها يعني دي لازم تكون موجودة في أي معمل دول اللي هنتكلم عنهم دلوقتي أول حاجة الميزان الحساس والكاس الزجاجية والمخبار المدرج والدورة الزجاجي والصحاحة والمصة وأدوات قاس القسط الهيدروجيد أكيد كلنا دخلنا معمل وإحنا في المدرسة طيب هنمسك واحد واحد نتكلم عنه نمسك واحد واحد نتكلم عنه طيب أول حاجة الميزان الحساس الميزان الحساس ده اللي هو عندنا في ممكن يكون عندك في البيت عارفين زي إيه عارفين اللي هو عند بتاعة دهب أكيد رحنا كلنا لو إحنا في خطوبة مصنفرح بنروح لحد يبشتري دهب ده الميزان الحساس تمام ده ميزان رقمي يعني بيدي لك رقم حلو يعني لو بيدي لك الرقم بيقيس لك بقى إيه الحاجات اللي وزنها خفيف قوي شوائب ملح صغيرين شوائب توابل آآ الدهب اللي بنقيسه بالجرام مثلا ده بيقولك استخدم في القياس كتل المواد بدقة دقيق قوي يعني ادي لك رقم مظبوط تاني حاجة الكأس الزجاجية اهو عاملة زي الكوباية كده بس هو يعني ليبوز كده طالع من قدام ده بيتصنع من البايركس المقاوم للحرارة هيذكر لك دي يعني بيجيبها لك في اي امتحان يقول لك آآ مما يصنع آآ آآ الكأس الزجاجية تمام؟ هتقول له من البايركس المقاوم للحرارة بيقولك الكأس ده بيكون مدرج يعني مترقم مثلا واحد اتنين تلاتة تمام؟ على حسب الكأس ده بيقس لك قد ايه بيقس بالملي متر آآ بالملي لتر او بالليتر هكذا تمام؟ ده بنستخدمه في ايه سيدي في خلط السوائل والمحلين اكي انه كوباية بنقعد نخلط في حاجات يقول لك نقل حجم معلوم من سائل يعني انت مسلا قلت لك هاتلي آآ خمسين ملي لبن من 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 كيس اللبن ده هتعرف ان ان هما خمسين ملي هتفضل تصبه في الكأس ده لحد ما توصل للخمسين بس كده فبنستخدمه في حاجتين خلط السوائل ونقل حجم معلوم من سائل دالة حاجة المخبار المدرج تحس ان هو ايه يعني واخد طول كده يعني رفائعة واخد طول ده بيصنع من الزجاج او البلاستيك عشان مش بنعمل في اي تفاعلات كميائية بيقول لك يوجد منه ساعات مختلفة يعني احجام مختلفة في الكبير في الصغير ده عشرة ملي ده ميت ملي مسلا في انتوا الفكرة ده بنعمله في ايه بقى او بنستخدمه في ايه قياس حجوم السوائل بدقة اكثر من الدورة هنعرف الدورة بس يقول لك تقدير حجم جسم صلب لا يزوب في الماء يعني ايه يا سيدي يعني مثلا عايزين نعرف حجم المصمار ده حلو فانا هجيب مخبارين مدرجين فيهم نفس كمية الميا وحط المصمار في واحد فيهم واشوف الحجم اللي زاد قد ايه وهيبقى ده حجم المصمار او من خلال العلاقة دي الحجم النهائي ناقص الحجم الاولي فيبقى ده حجم المصمار يعني مثلا الحجم النهائي هنا سبعين اهو والحجم المادئي خمسين فيبقى حجم المصمار كام عشرين سنتي مكعب في انتوا المسألة يعني هو مش يجيب لك مسائل وكده بس انا هو بيقول لك استخدامه ايه رابع حاجة الدورة الزجاجة الدورة ده منه تلات انواع بس بيستخدم او بيصنع من ده زجاج مقامل الحرارة وما بيتكسرش يعرف اللي هو وصنع بلدنا وما بيتكسرش تمام الدورة المخروطي اللي هو تحس انه واخد شكل هرم كده تمام اللي هو اهو واخد شكل هرم تمام ده بنستخدمه في عملية اسمها عملية المعيرة هتعرفوا بعدين ايه هي عملية المعيرة ده القاعدة بتاعته مسطحة تمام تمام الدورة المستدير واخد مدور كالشبه القلة اهو تمام ده زوج قاعدة مستديرة يعني القاعدة بتاعت مدور من تحت واخد شكل الكورة كده ده بنستخدمه في ايه في عملية التحضير والتقطير هتعرف برضو التحضير والتقطير الدورق العياري اهو يعني هو بص واخد شكل هرم كده من تحت ومن فوق تحس انه طويل يعني يعني شكله غريب شوية كان شبه البتاع اللي بيجي في هاري بوتر زمان تمام بيقولك يعله انتفاخه عنق عنده عنق يعني رقبة طويجة بيقولك موضح عليه على ما تحدد الساعة الحجمية يعني حجمه قد ده بيستخدم في اسي دي استخدم في تحضير المحاليل القياسية معلومة التركيز بدقة لازم تفرق مبيهين التلات استخدمات عشان ما ما يدخلوش بعض بعد كده الساحاحة الساحاحة دي زي ما انتو شايفين بتاعها كده عاملة زي الحنفية اللي هي محبس عامل من تحت بيقولك مبارعة انبوبة زوجاجية اسطوانية طويلة مفتوحة الطرفين تمام ما يعني هي مفتوحة من هنا ومفتوحة من هنا بس هنا في زي حنفية زي ما قلت لك يقولك الفتحة العليا لملء الساحاحة بالمحلول للمراد استخدامه يعني بحط فيها السائل اللي انا ايه عايزة ملها بيه والفتحة السفلية عشان اتحكم في كمية السائل اللي هتنزل لكنك عاملة زي حنفية بتفتح المية وتقفل المية قطمة تحب يقولك تدريجها من اعلى الاسفل يعني هي مترقمة من فوق لتحت يا مسلا صفر واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة هكذا ده الترقيم بتاعها تمام كده يا شباب يقولك بحيصه يقع صفر التدريج بالقرب من الفتحة العليا هنا بيسألك في الاسئلة دي طيب بنستخدم الساحاحة في ايه يا سي دي قياس حجوم السوائل في التجارب التي تطلب نسبة عالية من الدقة كما في عملية المعايرة يعني ايه يا سي دي شايفين النقطة دي اللي نزلة منها يعني لو انا بعمل تجربة كيميائية وانا مطلوب مني احط مسلا عدد نقط معين من السائل اللي موجود جوا الصحيحة حلو فانا بفتح الساحاحة بتفضل تنزل نقطة 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 عشان اخد منها العدد اللي انا عايزه يعني ما يفعلش افتحها زي الحنفية زي على البحر كده وتفضل تنزل الكيميائية وتقول زيادة الخير خيرين مفيش الكلام ده في المعامل او في اي تجارب كيميائية لازم يبقى في دقة. فبيقول لك الساحاحة بتثبت على حامل معدني زي اللي انتم شايفينه ده يعني بتاع بيمسكها من فوق. تمام. فبيقول لي مسلا هنا في دي تجرع عملية المعايرة بين محلول الحميضي واخر قلوي لتعين تركيز محلول الدورة المخروطي معلومة الحجم معلومات يعني دي معلومة للتوضيح بس اروها يعني مش مطالب من كم حاجة. اخر حاجة او اخر اداة قياس هي المصة. يعني مش اخر اداة قياس قوي بس ايه? هي دي اخر حاجة في الادوات اللي هي الازاز اللي انتم تشايف هنا. المصة دي عاملة زي ايه? زي الشفاطة يا سيدي. هي في الاول في الاخر شفاطة. بيقول لك عبارة عن انبوبة زجاجية مفتوحة الطرفين. بعضها زون انتفاخ يعني في منها تحس ان هي وقدة حامل كده في النص. تمام? والاخرى زون انتفاخين. يعني في منفوخة من حتة ومش منفوخة بس فكك منها. بس دي استخدامها ايه سيدي. بنستخدمها لقياس ونقل حجم معين من المحلول. وتملأ عن طريق شفط المحلول باداة شفط. وخاصة في حالة المواد السائلة شديدة الخطورة. يعني مثلا عايزة نقل شوية من سائل معين. وحطوهم في مكان تاني. يا اما باشفط ببقي. هي اسمها مصة يعني بتفضل بتمص. تمام? يا اما في جهاز باستخدمه او اداة شفط. ده ايه? او في حالة ايه مسلا. في حالة ان انا عندي مسلا مادة خطر. ما ينفعش اشفط ببقي عشان لو دخلت في جسمي ممكن تموتني بالمعنى الحرفي. فبستخدم اداة شفط. فده استخدام المصة. بنيجي الاخر اداة معنا خالص هي قياس القس الهيدروجيني. ايه هو القس الهيدروجيني ده اصلا يا جماعة? القس بستخدمها. بتتعرفني تركيز ايونات الهيدروجين في المحلول. عشان اعرف المحلول ده حامضي ولا قاعدي ولا محلول متعدل. تمام عارفين ايه الفرق? الحامضي ده لو انت مسلا اكلت حاجة حامضية زي اللمون بتحس كده اللي هو مش مقز. انما القاعدي مسلا عارفين الصابون حاولت تتاكل انت حتة صابون او حاجة يعني مش تاكلها مع الحرفية. حتة صابون تدخل في بقك بالغلط. تحس كده بمرارة وجسمك تتعرف لو هي مر وحاجة مقرفة. متعدل ده اللي انت ما تعرفلوش هو ده ولا ده زي المية. المية يا جماعة لما تشربها ملهاش طعم. لحامضية ولا قاعدة? تمام. الرقم الهيدروجيني ده جماعة من صفر الاربعتاشر. من صفر الاربعتاشر. يعني على حسب الرقم اللي هيطلع لي هقدر احدل. المحلول ده حامضي ولا قاعد. طيب. بص يا جماعة. لو البي اتش. لو البي اتش. آآ بيسوي سبعة. يبقى المحلول ده متعدل. لان هو في النص اكنها زي مصطرة كده. عامل زي مصطرة. مصطرة مسلا مترقمة. من صفر لاربعتاشر. لو انت الرقم اللي اطلع لك سبعة. يبقى ده محلول متعدل. لا هنا ولا هنا. يعني هو لا محلول قلوي ولا محلول آآ آآ حامضي. طيب. لو اقل من سبعة يبقى المحلول ده محلول حامضي. لو اكتر من سبعة يبقى المحلول ده محلول قاعدة. يعني معنى كده ان هو لو تمانية يبقى محلول قاعدة. تسعة محلول قاعدة. عشرة هكذا لحد ما نخلص الاربعتاشر. وكل ما بتزيد كل ما درجة القاعدية بتزيد. يعني كل ما قوة القاعدية بتزيد. طب هنا مسلا لو ستة يبقى محلول حامضي. خمسة حامضي. كل ما تمشي كده كل ما الحامضية بتزيد. لحد ما توصل للصفر. طيب. بيقولك قياس القص الهيدروجيني ده له درجة كبيرة من الاهمية في التفعالات الكيميائية والبايو كيميائية. ليه? لانه بيقولك المحلول ده حامضي او قاعدة او متعادل. وده مهم جدا جدا. طيب. بنقيس بقى البي اتش ده. اللي هو القص الهيدروجيني اسمه بي اتش. او القص الهيدروجيني. بنقيسه بالجهاز بي اتش رقمي او بنقيسه بشرايت. تمام. الشرايت دي لونها بيتغير على حسب البي اتش. تمام الشرايت دسبة لي لونها بيتغير على حسب البي اتش. بيقولك كما نستخدم بقى جهاز ده عشان هو ده دقيق اكتر دقيق اكتر يعني الرقم اللي بيدهوني هو ده اللي بيحدد لي المحلول ده حميضي ولا قاعدي بتركيز ده كان الدرس بتاعنا النهاردة اتمنى لو حد فيكم عنده اي اسئلة يسابها في وما تنسوش برضو يعني تعملوا اشتراك في القناة وفعلوا الجرس عشان الدروس اللي هتنزل كل فترة تكون معاكم بازن الله شكرا جدا لكم شكرا لحظة استمعاكم واشوفكم في الدرس التاني بازن الله رب العالمين شكرا